تنظيم اليوم شمل فئات جديدة أو فئات أخرى من المواطنين منهم في حكم الأسرة على سبيل المثال فئات كالمطلقات والأرامل ذوات لشد الحاجة مثلاً للمسكن اليتيم الواحد هذه بعض الأمثلة أيضاً أعطى الوزارة جزئية أو مرونة عالية في موضوع الاستدامة وضمان تدفقات مالية لمستحقين آخرين للإسكان أيضاً تنظيم الدعم السكني تغلب على بعض العوائق التي كانت تواجه الوزارة في موضوع الشراكة مع القطاع الخاص على سبيل المثال لأول مرة تكون هناك آلية واضحة لدى وزارة الإسكان في توفير الدعم السكني عن طريق شركاء سواء قطاع عام أو قطاع خاص أو قطاع الأهلي كما أسلفت